هل قرار إيقاف الحرب في واشنطن أم في كييف؟ استئناف المفاوضات نجاح الوساطة التركية متعلق بقرار كييف أم بعاصمة أخرى سعد السفير يفهين مكتينكو؟ أنا بود أن أشير إلى واقع بأن منذ هذه الحرب مستمرة منذ ثمانية سنوات بدأت الحرب 2014 في الشرق أوكرانيا نحن ما بدأنا هذه الحرب ومن تلك الوقت كان 7% من مساحة أوكرانيا تحت إشراف أو تحت احتلال روسي الآن منذ ستة أجهر الحرب مستمر منذ 24 فبراير وحتى بعد أسبوع سيكون ذكرى الشهر السادس من السابع من الحرب حتى الآن اليوم 20% من مساحات ومن أراضي أوكرانية محتلة بالروس فتصور حضرتك على مكاننا نحن إذا واحد يأتي ديفك بدون ضيافة بدون دعوة وهو يحتل 20% من أراضيكم ماذا يتعملون لازم تحريها صحيح وهذا عدوان واضح من قبل روسيا سعاد السفير لكن اليوم هل الظروف مهيئة وربما نختم هنا معكم هل الظروف مهيئة لإنهاء الحرب وأحلال السلام بهذه الوساطة التركية أو بغيرها؟ وساطة تركيا محترمة جدا 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 ووساطة أم المتحدة طب بالنسبة للتوقيت شو رأيك هل توقيت السيارة؟